السنين في اللغة الإنجليزية بتقرأ بأكتر من طريقة وده على حسب شكل الرقم بتاع السنة وفي الفيديو ده ان شاء الله هتعرف جميع طرق قراءة السنين في اللغة الإنجليزية بمنتهى السهولة النقطة الأولى السنين الثلاثية السنين الثلاثية بتقرأ كالآتي الرقم اللي على الشمال لوحده بدون كلمة 100 والرقمين اللي عالمين بيتقروا مع بعضهم زي إيه؟ 135 بتقرأ كالآتي 745 بتقرأ كالآتي 745 النقطة التانية السنين الرباعية اللي تحت الألفين السنين الرباعية اللي تحت الألفين بتقرأ كالآتي الرقمين اللي على الشمال مع بعضهم والرقمين اللي عليمين مع بعضهم وإن كان الرقم اللي قبل الأخير صفر فأنا بأشير إلى الصفر بكلمة O ناخد أمثلة على السنين الرباعية اللي تحت الألفين 1618 بتقرأ كالآتي الرقامين اللي على الشمال مع بعضهم والرقامين اللي عليمين مع بعضهم 16, 18 1990 بتقرأ كالآتي 1990 1999 بتقرأ كالآتي 1999 1966 بتقرأ كالآتي 10, 66 1804 بتقرأ كالآتي 1804 1804 1905 بتقرأ كالآتي 1905 أو 1905 2103 بتقرأ كالآتي 2103 أو 2103 النقطة الثالثة السنين الرباعية من 2000 ل2009 بتتقري بطريقتين ممكن أقول 2000 زائد الرقم من 1 لتسعة أو أقول 20 أو زائد الرقم من 1 لتسعة نأخذ أمثلة 2000 2000 2001 2001 2001 في الإنجليزية البريطانية بيستخدمه أن فبيقوله 2001 أو أقول 2001 2005 2005 أو 2005 2009 2009 أو 2009 9 النقطة الرابعة السنين الرباعية من 2010 فما أكثر بتتقري بطريقتين ممكن أقول 2000 زائد الرقم من أول عشرة أو 20 ثم الرقم من أول عشرة نأخذ أمثلة 2010 2010 في الإنجليزية البريطانية بيستخدمه أن 2010 أو أقرى الرقمين على الشمال لوحدهم والرقمين العالمين لوحدهم فأقول إيه 2010 2015 2015 أو 2015 2020 2020 أو 2020 2023 2023 أو 2023 النقطة الخمسة السنين الرباعية اللي بتنتهي بصفرين على اليمين بتقرأ كالآتي الرقمين اللي على الشمال مع بعضهم والصفرين بنستبدلهم بـ نأخذ أمثلة السنة 1100 بتقرأ كالآتي 1100 1200 1200 1300 1300 1900 1900 2200 النقطة السادسة أن السنوات ما قبل الميلاد بيرمز إليها بالرمز بي سي اللي هو اختصار Before Christ وسنوات ما بعد الميلاد بيرمز إليها بالرمز A D اللي هو اختصار Anno Domini 3200 قبل الميلاد 3120 بي سي 1070 بعد الميلاد 1070 A D النقطة السابعة والأخيرة إزاي تقول سنوات القرن كذا مثلا سنوات القرن التاسع عشر مثلا عشرينيات القرن السابع عشر إزاي بنقرأ الرقمين اللي على الشمال مع بعضهم وبنقرأ الرقمين اللي على اليمين مع بعضهم وبنجمعهم بنحط لهم S الجمع وإن كان الرقمين اللي على اليمين صفريا بنستبدلهم بكلمة hundreds ناخد أمثلة سنوات القرن الثالث عشر خلي بالك إن حسابيا بيبقى الرقم نائص درجة عن اسم القرن فالقرن الثالث عشر بيبقى كتابة اتناشر ثلاثينيات القرن التاسع عشر ستين نيات القرن العشرين ناينتين سكستي وجمع سكستي ناينتين سكستي آخر واحدة تسعين نيات القرن العشرين ناينتين ناينتي وجمعها ناينتيز ناينتين ناينتيز بس كده بكده ينتهي الفيديو لا يزال الحديث بقيه ولكن that's everything for this video وشوفكم إن شاء الله فيديو ديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تنساش أنك تعمل